بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفابط فارجع البخر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسع وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياتين رجوما للشياتين وأعتذنا لهم عذاب السعير وللذين كفلوا بربهم عذاب جحنم فبئص المصير إذا ألكوا فيها سمعوا لها شريكا وهي تفور تكاد تميز من الغريث كلما ألكي فيها فوج سعى لهم فوج سعى لهم خذنتها ألم يأتيهم نزيل قالوا بلى قد جاءنا نزيل فكذبنا وقلنا ما نظل الله من شيء آتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعتفروا بزنبهم فسحكا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب لهم مغفرة وأجر قبير وأسروا قولكم أو اجهلوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من قلقه وهو اللتيف الخبير هو الذي جعل لكم العرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزكه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاتبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أبلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبزن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينسلكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرسككم إن أمسك رزكه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدى أمن يمشي سبيا على سراط مستقيم كل هو الذي آشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأسئدة قليلا ما تشكرون كل هو الذي زرأكم في العرض وإليه تؤشرون فيقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين كل إنما العلم عند الله وإنما أنا نظير مبين فلما رآه ظلفة انسيئت وجوه الذين كفلوا وكيلة وجوه الذين كفلوا وكيلة هذا الذي كنتم به تدعون كل أرأيتم إن أحلقني الله ومن معي أو رهمنا فمن يجيل الكافرين من عذاب أليم كل هو الرحمن آمنا به وعليه تبكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين كل أرأيتم إن أصحب ماءكم غورا فمن يأتكم بماء معين ترجمة نانسي قنقر